الأمم المتحدة في الميدان برنامج من إنتاج تلفزيون لأمم المتحدة الأردن موطن لحوالي 500 ألف لاجئ سوري حنين ذات الأحد عشر عاماً هي واحدة منهم وصلت مع أسرتها إلى مدينة إربت في الشمال قبل 14 شهراً أنا بشتاء أكثر إشي لصحباتي ولا مدرستي ولا معلماتي ولا بيتي كمان أكثر إشي أنا أتمنى أنه لما نرجع على سوريا في مستقبل أرجع على صحابي وعلى مدرستي وعلى بيتي بعد أكثر من سنتين ونصف سنتي على اندلاع الصراع السوري صار أكثر من مليون طفل سوري لاجئين لقد فقدوا منازلهم وفقد الكثيرون أسرهم وفرصة النمو والازدهار ولضمان حصول أطفال مثل حنين على التعليم ونفس الفرص المتاحة للآخرين تقوم وزارة التعليم بدعم من اليونساف بتوفير التعليم المجاني وللتعامل مع التدفق تعمل المدارس الأدنية بنظام الدوامين الآن يدوم أكثر من 30 ألف طفل سورياً في فصول الدراسة ولكن ليس كل الأسري تعرف بوجود هذه الخدمات لذلك تدور شبكة متطوعين أقامتها منظمة أنخذ الأطفال في الأردن بالتعاون مع اليونساف على المجتمعات المحلية لتسجيل الأطفال في المدارس متطوعة التوعية روين المساعد وخلال شهر واحد تم تسجيل حوالي ألف طفل في المدارس في إربد والد حنين أعمار أبا زيد صراحة حسيت فرحة ما تنصفش أهم شيء كان عندي طلاب يدرسوا في المدارس كم لدراسيتهم لأنه كانوا مقتوعين قتلت لأنه كانوا مقتوعين سنة وأحيانا سنة ونص فإذا انقطعوا كمان سنة وسنة تجيل أصبح أمي أنا بحب الرسم لأنها هي هويتية وأنا بحب العربي لأن أنا شاطرة فيها أنا بحب أرسم بفضلي قلبي عشان أحداث سوريا برسم أحداث سوريا عشان لأنه أنا بحب أرسمها واشتاء الوطني فيك في المجتمعات الحضرية في الأردن ما زال العديد من الأطفال السوريين يبحثون عن فرصة للعودة إلى المدرسة ولكن توفير المزيد من الأماكن والمعلمين والكتب والمرافق هو عمل مكلف نائب ممثل اليونسيف في الأردن ميكايل سيرفادي التمويل بالنسبة لنا تحدي كبير فالتعليم مكلفا والحكومة بذلت ما هو فوق طاقتها ولذلك فإن اليونسيف تغطي تكاريف السوريين في المدارس الحكومية والمهم تلقي التمويل في الوقت المناسب لتوسيع العملية إن حنينة وأفراد عائلتها يحاولون الإفادة من حياتهم الجديدة وأن يظلوا على اتصال مع بلدهم الذين يأملون يوما بالعودة إليه أعد توني فريكر هذا التقرير للأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر